واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن اهتدى بهداه وبعد أخوة الكرام أخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا لقاء يتجدد معكم وبكم ولكم من برنامجكم رسائل وحديثنا اليوم عن قضية مهمة نعرفها كثيرا ونحتاج إليها كثيرا ولكن من يطبقها منا ويستخدمها في حياته هم قليل فما السبب في ذلك حديثي إليكم اليوم إخوة الكرام أخوات الكريمات عن السلوك عن الأخلاق لأن ديننا ولله الحمد دين شامل كامل فيه جانب العقائد وفيه جانب الأخلاق وفيه جانب المعاملات وهكذا انتظم سائر جوانب الحياة حديثنا اليوم عن السلوك والأخلاق لأننا ونحن نسير ونسلك ونمضي في درب الحياة نحتاج إلى أخلاق نتعامل بها وقيم نتحدث بها ونطبقها في واقع حياتنا السلوك أيها الإخوة والأخوات معيار يقاس به مدى التزام الناس بدينهم ومدى فهمهم لحقيقة دينهم سواء كانوا أفرادا أو كانوا عوائل وأسر أو كانوا مجتمعات وشعوب أو كانت دول ومنظمات كل هذه المنظومة الواسعة الكبيرة لابد أن يكون لكل منها سلوك حسن وأخلاق مرضية يقاس بها مدى استقامتها على دينها ولذلك فإن مفهومنا للدين لا يقتصر على جانب العبادات المحضة ولا يقتصر على جانب العقائد وإنما ينتظم أيضا هذا الأمر وزيادة وهو جانب السلوك والأخلاق وقلت قبل قليل إن من الأمور المؤلمة حقيقة أن يكون لدينا معرفة كبيرة وواسعة بالنصوص الدالة على فضل الخلق الحسن والسلوك الجميل الحميد في التعامل بين الناس ولو سألنا طفل من أطفال المسلمين اليوم عن النصوص في السلوك وفي الأخلاق لربما عرف مجموعة من النصوص فضلا عن الكبار من الرجال والنساء حينما نقرأ القرآن وحينما نعرف شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنا سنجد مثلا إن من خياركم وأدناكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الله به الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وقولوا للناس حسن عشرات النصوص الثابتة حول فضل حسن الخلق والسلوك الطيب في التعامل ولكن في المقابل كم نسبة من يطبق هذا في واقعه في حياته في تعامله مع ابنائه وزوجته في تعامله مع أصدقاءه وزملاء في العمل في تعامله مع جيرانه وأقاربه هذا الأمر يجعل المفارقة مؤلمة في كثير من الأحيان لأن شيوع السلوك الجافي الذي فيه الغلظة وتقطيب الوجه وعبوس الجبين والذي فيه أحيانا التجاوز على حقوق الآخرين والاعتداء على أعراضهم أو كرامتهم أو مكانتهم والحط من منزلتهم وقدرهم هذا للأسف موجود ونأمل أن لا يكون شائعا ولكنه موجود وملاحظ فما السبب في ذلك؟ مع أن قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بأن نقتدي به فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان عنوان الخلق الحسن في كل تعامله والسلوك الراقي الطيب الذي يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذه الأعمال وفي هذه الأخلاق وفي تلك القيم وفي ذلك السلوك الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك قبل مبعثه فإن المشركين بعد مبعثه صلى الله وسلم لم يذكروا عليه مثلبا واحدا ومنقصة واحدة في سلوكه عليه الصلاة والسلام في مسلكه في تعامله لا يذكرون عليه شيئا من ذلك بل كان مشهورا بينهم بالصادق الأمين وكان عنوان السلوك المستقيم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه جل في علاه لما أراد أن يمدح نبيه وأحب خلقه له صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم بماذا أختار يا إخواني ويا أخواتي أن يمتدحه به قال وإنك لعلى خلق عظيم امتدحه بهذه الصفة كان على درجة عظيمة من الخلق الحسن والسلوك الحميد الذي يجعل من يراه ويتعامل معه يحب هذا السلوك ويثق في هذا الرجل الذي أمامه لأنه تخلق بهذا الخلق وقام بهذا السلوك ولأن هذه القيم الأخلاقية كانت ثابتة معه في حال الرخاء وفي حال الشدة في العسر وفي اليسر هكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى وإذا قال صدق صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يحث على مكارم الأخلاق بل إنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق ولذا لما سئلت أقرب الناس إليه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه كان جوابها في غاية الدقة قالت كان خلقه القرآن اقرأوا القرآن إخواني وأخواتي ما فيه من حث على سلوك حسن وقولوا للناس حسنا اقرأوا القرآن وما فيه من حث على قيم أخلاقية سامية ومنها العدل والإنصاف ومنها الرحمة ومنها الوفاء ونحو ذلك والصدق ونحو ذلك من الأخلاق والقيم الأخلاقية الكبرى هكذا كان صلى الله عليه وسلم مطبقا لها في حياته فما بال بعضنا اليوم أخشى أن يكونوا ليسوا قليلا ما بال بعضنا اليوم يبتعدون عن السلوك الحسن إذا اجتمعوا بالناس فإن عنوان الفضاضة والغلضة يشير إليهم وإن الاعتداء على الحقوق يدل عليهم لماذا بعض الناس إذا خلى بمحارم الله انتهكها لماذا بعض الناس لا يقيموا وزنا للسلوك الحسن ولا يحفظوا حتى سمعته حينما يتحرك سواء داخل بلده أو خارجها وحينما يكون له فرصة ليقع في فعل منكر فإنه لا يتورع عن ذلك فلا يحمي سمعته ولا مكانته ولا دينه ولا مجتمعه ولا بلده من النظرة السلبية بسبب السلوك الخاطئ الذي يقوم به الرادع الأخلاقي الداخل هنا في القلب في الجوهرة التي منحها الله إياك ومنحها الله إياك نعم هذه الجوهرة هي القلب من هنا يبدأ السلوك الحسن لأنه قيمة أخلاقية لأن الإنسان حينما يفعل السلوك الحسن لأجل مدارات الناس ولأجل مجاملة الناس وحتى لا يقولون عني كذا وكذا فإن هذا يهبط بقيمة السلوك إلى منزلة دنيا وإن كان نافعا لأنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء شعبة من شعب الإيمان ولكن الأكمل والأفضل والأساس في السلوك أن تفعل السلوك الحسن بدافع من داخلك لأنك تتقرب بذلك إلى الله ولأنك تريد أن تقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات والله إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تنمية السلوك الحسن وتعزيزه في نفوسنا وتشجيع من يقومون بذلك وإبرازهم كقدوات صالحة سواء كانوا صغارا أو كبارا رجالا أو نساءا وهذا يكون على مستوى الأسرة الصغيرة والعائلة حين يقوم الأب والأم بهذا الدور فيكونان قدوة حسنة لأبنائهما وبناتهما في السلوك فلا يأمران بشيء ويفعلان عكسه ولا يكونان في سلوكهما وفي فعلهما مخالفين لما أمر الله تبارك وتعالى به حينما نحافظ على هذه القيم الأخلاقية التي إمكننا الله عز وجل بها علينا والتي أرشدنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم فإننا نكون أقرب إلى الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها وأيضا نكون أقرب إلى ما يسمى بلغة العصر التصالح مع الذات أن تكون مرتاحا لست كاذبا ولست محتالا ولست خائنا لعهد ولست شرسا في تعاملك وطباعك إنما أنت متصالح مع ذاتك لأنك تفعل الخير ومطمئن بذلك وتسلك السلوك الحسن هذا الشيء لا يستدعي منك مخالفة لفطرتك أما من يقوم بعكسه من الأخلاق السيئة والسلوك غير الحميد فإنه هو الذي يعاند ويعاكس الفطرة ولذلك يعاني كثيرا ويشقى هو في نفسه ويشقي من حوله لأنه بشراسة طبعه وغلظته وجفائه يجعلهم في توتر دائم وفي توجس دائم لا يثقون في كلامه ولا يرتاحون لمجلسه بل والله هذا من المؤلم يا إخواني ويا أخواتي إن بعض الناس لشراسته وغلظته يتمنى أقرب الناس له وهم أهله زوجه وأبناءه حينما يخرج من البيت أن يطول خروجه ولا يعود سريعا لأن حينما يعود تعود معه المشكلات في غلظة الطبع والشراسة والجفاء والبعد عن السلوك الحميد المطلوب ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى حينما أرشدنا في كتابه الكريم إلى أن نتعامل بالتعامل الطيب ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوك كأنه ولي حميم فإنه سبحانه وتعالى بيّن أن هذه المنزلة لا يصل إليها إلا الموفقون من عباده فقال وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ لابد من الصبر والمصابرة ومجاهدة النفس على الالتزام بالسلوك الحسن لأن درب الحياة يا إخواني ويا أخواتي من المشاهدين والمشاهدات درب طويل تعتري الإنسان فيه الكثير من العقبات والعوائق والفتن والشهوات والشبهات وهو بحاجة حتى يثبت على السلوك المستقيم بحاجة إلى أن يصبر ويصابر ويجاهد نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى ويدفع السيئة بالتي هي أحسن دائما يسعى إلى ذلك ما استطاع إليه سبيلا وأسأل الله تبارك وتعالى في ختم هذا المجلس بمنه وكرمه وهو البر الرحيم الجواد الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل السلوك الحسن والقيم الأخلاقية الفاضلة وأن يمن علينا بصلاح أنفسنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يكفينا شر الشيطان ونزغاته وأعوانه من الجن والإنس وأن يوفقنا إلى الثبات على السلوك الحسن والقيم الأخلاقية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه وحثنا عليها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى لقاء يتجدد معكم وبكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون